اشتركوا في القناة وتناقل الناس الخبر ورجعت عائشة رضي الله عنها من غزوة بني المصطلق مريضة لا تكاد تخرج من بيتها والناس يتحدثون وهي لا تدري لكن رابها شيء لم تجد له تفسيرا قالت ورابني أني لا أجد مقص الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي إنما كان يدخل فيقول كيف تيكم وتيكم اسم إشارة للبعيد وهي إنشارة إلى بعده عنها ولا يقول أكثر من ذلك ولا يجلس حتى خرجت عائشة رضي الله عنها يوما مع وم مصطح وكان مصطح من الذين تناقلوا حادثة الإفك فعسرت أم مصطح في ملطها عسرت في ثيابها فقالت تعس مصطح قالت عائشة فأكرت عليها وقلت لها هتسبين رجلا شهد بدرا فقالت أيها انتا أَوَمَا تَدْرِينَ مَا يَقُولُ قالت وَمَا يَقُولُ قالت إنهم يقولون كذا وكذا فهنا عرفت الكلام قالت فازددت مرضا على مرضي واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى بيت أبوي لأستوسق الخبر فلما ذهبت إلى أبيها فقالت يا أبتي ما هذا الذي يتحدث به الناس قال والله ابنتي ما أدري ما أقول قالت أَوَقَدْ تَحْدَّثُوا بِهَذَا فازدادت مرضا على مرض وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أهله في فراق أهله أيفارق عائشة أم لا فكلهم يصني خيرا سأل أسامة بن زين فقال يا رسول الله أهله ولا نعلم عنهم إلا خيرا أما علي بن أبي طالب فلما رأى المشقة تبادية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النساء غيرها كثيرا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أَلَى مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ عَنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا فقال سعد بن معال سيد الأوس وقال يا رسول الله أنا أعذرك منك إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزوج أمرتنا ففعلنا أمرا فسار الحيان بعدما قال سعد بن عباد لسعد بن معال والله لا تستطيع ولا تقدر فقام وسيد بن خضير فقال لسعد بن عباد إنك منافق وتجادل عن المنافقين فسار الحيان في المسجد بالسلاح وهموا بالاقتتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم بيديه حتى سكنهم فلم يضر بالمسلمين محنة كانت أشد عليهم من هذه المحنة اتهام زوجة النبي في عرضها فهذا عار على زوجها لو كان هذا جرى إن الزنا دون الشرف لكن الزنا عار بخلاف الشرف لم يعيّر إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه ولم يعيّر نوخ ولا نوخ صلوات الله وسلامه عليهم إنما الزنا عار يحمل تبعته صاحبه في الدنيا والآخرة تتهم طاهرة الزيت حصان رزان ما تزل بليبة وتصبح غرفا من لحوم غوافل طاهرة الزيت وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة والصديقة كان أقصى من عالشة رضي الله عنها وأعلى أمانيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات يوم وفي ذات يوم نخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس على طرف السريق وكانت أول مرة يجلس فحمد الله وأسمى عليه وقال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه ففهمت عائشة من هذا الكلام أن هذا فيه اتهام بالغنب إشعار بالتهمة فقالت لأبيها أجب رسول الله فقال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول فقالت لأمها أجيبي رسول الله فقالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن والله لو قلت لكم إنني ما فعلت فقالت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني ولو قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني فوالله لا يجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصفر جميل والله المستعد قالت عائشة رضي الله عنه ولم يخرج أحد من البيت حتى أنزل الله عز وجل براءته ولا أنا أحكم في نفسي من أن ينزل الله قرآنا في شأنه لكن الذي كانت تطمح إليه كما قلت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبريغها الله عز وجل بها ماذا قال الله عز وجل في شأن هذه الحادثة قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم